موسيقى موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان بحييكم تحية النعمة والسلام في شخص ربنا يسوع المسيح قبل ما أبتدي بهذه الحلقة عاوز أقول شيء كتير كتير مهم أنه ما زالت قلوبنا ومحبتنا وأفكارنا وصلواتنا مع شعب لبنان في هذه الظروف الصعبة بصلي ربنا يعزيكو ويقويكو وبصلي هيك ربنا يستخدم كمان كنيستو في لبنان وبصلي هيك رب يبارك كل البلد وتطلع من هذا طبعا يعني من الأزمة الصعبة جدا جدا وربنا يجيب فرج كامل على هذا البلد الحبيب وأيضا بحب أخد الفرصة في البداية أنه إحنا مع إخوتنا وأحبائنا في الجزائر وفي المغرب ولسيما أحبائنا العابرين إلى المسيح إحنا منصلي من أجلكو ربنا يحميكو ربنا يسدد كل احتياجاتكو وربنا يكون معكو في كل الظروف إحنا متعاطفين معكو شعرين وحسين معكو وبحب أقول لكو أنه في كتير ناس عم ترفعكو بالصلوات وشيء آخر بحب أقول لكل أحبائنا مشاهدينا في كتير أعداد اللي بتطلب صلوات ويعني إحنا بس عشان أعطيكو فكرة إحنا منحطها على أوراق مطبوعة غير إنه متكون أونلاين ومنحط كل الأسماء والإحتياجات وإحنا منصلي فيه فريق وجيش للصلاة اللي عم بيصلوا لكل اسم لكل اسم بشكل شخصي وبشكل فردي وإذا عندك طلبة أنت مش عاوز تحط اسمك فيها ممكن ما تحط اسمك لكن بحب أشجعك وأشجعك أنه كل هذه الصلوات عم ترفع أمام العرش والشيء الجميل يعني إحنا مثلا في موضوع الصلوات دائما لما بيبعتوا للأوراق بيبعتوا لأولا استجابات الصلاة مثلا في من مصر من مصر من مصر في استجابات صلاة بعدين نمرة اثنين بيبعتوا طلبات الصلاة وهي الصلوات اللي إحنا منصلي من أجلها شاركونا إذا رب استجاب وتمجد من خلال استجابة الصلوات ومنحطها من ضمن استجابات الصلاة هذا بشجعكو وبشجعنا إلهنا حي بيعمل وفعلا له القدرة وله المحبة وله الأعمال القادرة إنه يعمل شيء ويغير ظروفك ويلمس حياتك ويشفي ضعفك ويشفي مرضك حديثنا في هذه الحلقة بموضوع كتير كتير مهم كلام المسيح تعالوا إلي ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل لأتحدث عن هذا الموضوع المهم اشتركوا في القناة أهلا أحبائنا مشاهدين في كل مكان أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور وحديثنا في هذه الحلقة موضوع تعالوا إلي شو بتشعر لما بتسمع هذه الكلمة تعالوا إلي ولسيما بتسمعها من الشخص القادر على كل شيء والحاضر في كل مكان وفي كل زمان والعالم بكل شيء العارف أفكار القلوب عارف الكيان وعارف الحياة أيضا تعالوا إلي هل أحسست بقوة هذه العبارة؟ تعالوا إلي في وسط العواصف الهوجاء وفي وسط المتاعب في وسط الضيقات والتجارب في وسط الحروبات في وسط الآلام النفسية والجسدية في نفس الوقت اللي احنا منعان ومنمر فيه نسمع صدى هذا الصوت مازال يردد في أذهاننا وفي عقولنا من فم المسيح المبارك من الإنجيل المقدس بشارة متى الإصحاح الحادي عشر عندما قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم لأن نيري هي وحملي خفيف هذه كلمات المسيح اللي صدرت من فمه الطاهر المبارك إخوتي وأخواتي شو اللي بيخلي المسيح يتكلم بهذه الكلمات القوية إنها كلمات قوية ولاحظ مش أي كلام المسيح لم يتردد لحظة وهو الحازم والحاسم بأقواله وأفعاله أيضا فالمسيح يعلم ومتى وكيف يقول يعرف الاحتياج ولكنه يتحرك في برنامج إلهي إنها دعوة تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم إن هذه الكلمات كلمات قوية قيلت لمجموعة أو كما قال المسيح في عزته على الجبل طوبة للمساكين بالروح طوبة للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السموات هذه الجماعة المحتاجة هذه الجماعة اللي وصل يعني عندها باللغة البسيطة إفلاس روحي ما عندهم مش أي شيء أعلن الإفلاس الكامل أنهم لا يملكوا القوة ولا القدرة ولا التقوة ولا البر ولا حتى الأعمال الصالحة ولا الشريعة ولا الفرائض ولا التقوس ولا النوميس ولا أي شيء من مثل هذا لكنهم وصلوا إلى حالة ما عندهم مش يعني لا حول ولا قوة إلا بالله ما عندهم مش أي مصدر آخر إلا الرب ألم يكل قديماً الرب لأنه مكتوب لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود الجنود هذه الجماعة اللي كان يعني وصلوا إلى حالة مستحيلة إنه وصلوا إلى حالة تعب وإنه كان صعب في تخليص أنفسهم ولسيما من خلال حفظ النموس وبتعرف أحبائي مثل ما بعلمنا الكتاب إنه النموس يعني بكل بساطة بيظهر بشاعة ونجاسة الخطية مثل المراي بتورينا حالتنا الروحي والنموس بيعلن عجزنا الروحي لكن من ناحية تانية النموس بوجهنا إلى الشخص الكامل إلى يسوع المسيح مكتوب أحبائي لأنه من حفظ كل النموس وعثر في واحدة فقد صار مجرماً في الكل فإذن ما فيك تحط نقطة سم في إبريق من الماء فإذن سم هذا يسمم كل شيء وإن كنت تصعد في السلم إذا في درجة راحت كل السلم بيفرط يعني فإذن هكذا الإنسان اللي بيرتكب خطية فصار مجرم في كل الخطايا والنموس بيحكم عليه إنه خاطئ إنه عاجز لكن بقولك النموس أنا صعب أخلصك أنا بوجهك للمخلص بوجهك للشخص اللي قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثق لي الأحمال وأنا أريحكم إنها دعوة إلى نهضة روحية في الداخل إلى انتعاش داخلي كيف يعني فاقد الشيء لا يعطيه إذا أنا مش إذا أنا من جوه محطم وإذا أنا من جوه يأسان وإذا أنا من جوه خربان وإذا أنا من جوه ما عنديش سلام وإذا أنا من جوه وصلت إلى حالة البأس واليأس الكامل فكيف أستطيع أن أحصل على الراحة حاولت يعني جرب لكن هنا عمل إلهي بالروح القدس من خلال النعمة الإلهية من خلال قول المسيح تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثق لي الأحمال وأنا أريحكم تعالوا إلي إنها دعوة مصدرها من فوق مصدرها مصدر إلهي الشخص اللي قال تعالوا إلي هو نفس الشخص الذي قال أنا هو خبز الحياة أشبع الآلاف أنا هو نور العالم فتح عيون العمي أنا هو القيامة أقام الموتة علم عن المحبة علم عن الغفران غفر لصالبي هذه الآية أحبائي بمثابة يعني دستور بمثابة اعتماد على نعمة وعلى رحمة وعلى محبة الله مصدرها من فوق لأن المسيح لا يدعو إلى شيء لا يقدر أن يفعله كل الأديان بتقول اهدينا للطريق بيصلوا ل الله حتى يهتدوا لكن إحنا منصلي من خلال المسيح أحبائي في شخص مش في فرائد ولا عقائد ولا تقوس ولا نواميس ولا حتى شرائع لكن المسيحية تتمحور حول شخص إنه حي المقام من بين الأموات له القدرة أن يغرر وله القدرة أن يحرر وله القدرة أن يبرر وله القدرة أن يطهر إنه عمل المسيح الكامل له القدرة أن يعطيك السلام الداخلي والراحة الداخلية له القدرة أن يعطيك كل ما تحتاجه في إنسانك الباطن بقوة الروح القدس إنه يقدر أن يخلص إلى التمام بل يقدر أن يكتب اسمك الآن في سفر حياة فهو المصدر تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثق لي الأحمال وأنا أريحكم تعرفوا أحبائي يمكن إحنا أول برنامج تلفزيوني في العالم العربي مسيحة أقصد إلنا أكتر يعني من 37 سنة خدمة نور لجميع الأمم وقبلها سنتين كنت بعمل برامج في اللغة العربية واللغة الإنجليزية واستمرنا لكن رسميا من 37 سنة نور لجميع الأمم كم من الناس التي خلصت واتغيرت حياتها بسبب هذه الآية كم من الناس اللي كانت تعباني ومحطمة إلى أبعد الحدود ووصل حالتها إلى حالة زيرو سفر ولكن عندما سمعوا هذه الآية استيقظوا روحيا انتعشوا روحيا وتوجهت أنظارهم وأبصارهم إلى مصدر هذه الراحة مصدر السلام الحقيقي وهو الرب يسوع المسيح له كل المجد إخوتي وأخواتي كم من الشهادات الكثيرة اللي بتتكلم عن الخلاص من خلال هذه الآية اللي لمستهم أتذكر إنسان غير مسيحي جاء لبلد وشاف كنيسة وهذا الشخص يعني محطم جداً عنده إخوة اتنين أو تلاتة اللي قتله وهو نفسه ضرب بالرصاص الكثير وعاش بمعجزة ووصل يعني وعيلة كبيرة أكتر من عشر أنفار ووصل إلى حالة يائسة بائسة اتحطم جداً شاف كنيسة واستغرب إنه في بلده بلد إسلامي فيها كنيسة وبعدين لما دخل لجوة شاف رجل الدين عم بيسأله شو المكان رجل الدين خاف لأنه شخص غير مسيحي خاف إن الحكومة تلقي القبض عليه إذا حكاله عن المسيح فطلع طلعوا لبرة هذا الشخص استغرب وعم بدور حول الكنيسة لاحظ إنه في بعض القبور في الكنائس القديمة كان في كتير منهم بيكون في مقبرة من وراء فمشي من وراء الكنيسة وشاف على أحد القبور هذه العبارة قال يسوع تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم انصدم انصدم عندما قرأ هذه الآية مين هذا الشخص اللي عنده القدرة إنه يعطيني الراحة وفعلا ابتدأت الآية تعمل في داخله أنا محتاج لراحة أنا محتاج لسلام أنا تعبان أنا انخزلت من الدين ومن السياسة ومن كل الأمور حولي ومعدتش أثق في أي إنسان وحتى يعني فقد أمله بالناس وفقد أمله بالملايكة وفقد أمله بالله لكن عندما قرأ هذه الآية من هو هذا الشخص الذي يستطيع أن يقول تعالوا إلي أنا محتاج هذا الشخص طبعا فهم من الآية أنه هاي الآية في الكتاب المقدس خمس سنين خمس سنين وهو بيدور يعني هذا كان قبل الإنترنت والأونلاين وكل الأشياء بيدور على كتاب مقدس خمس سنين لم يجد نسخة من الكتاب المقدس في يوم من الأيام بالصدفة بلاش أقول بالصدفة بترتيب إلهي شاهد البرنامج وسمع هذه الآية بعثنا لكتاب مقدس آمن بالرب يسوع وسلم حياته ليسوع المسيح تعرف حبائك كلمات المسيح مش أي كلام كلام مغير كلام مؤثر كلام فعال قال يسوع كلامي روح وحياة تعرفوا أي كلام بيلمس كلمتي التي تخرج من فمي لا ترجع إلي فارغة بل تعمل الشعياء خمس وخمسين آية 11 تذكرت كمان قصة على قوة كلام يسوع المسيح المغير في يوم من الأيام في أخت مغربية للأسف زوجها دايما بيضربها وفي يوم من الأيام ضربها ضرب مبرح ووقعت على الأرض وانكسر دراعها وزوجها رح يصلي ابتلقت تنادي وتناجي الله يعني أي ظلم يعني عم بتعاير الله على الظلم اللي بتمر فيه وبعدين خلاص يعني فقدت أمل بكل شيء لا الله متطل عليها ولا حد متطل عليها وكل الظلم بظلم عدا أنه امرأة يعني خلاص كمان المجتمع كله ضدها لمين تشكي حاكمك ظلمك صممت أنه تنتحر وهي عم بتخطط لهذا الانتحار سقطت انهارت وسقطت على الكنبة على الكنبة كان في ريموت كنترول كان في جهاز للتحكم في زر أحمر وقعت على الزر الأحمر وهو باور وضوى التيفي ضوى وفجأة سمعت الصوت من خلال الشاشة من التيفي وكنت بحكي في هاي اللحظة عم بقول قال يسوع السارق الشيطان يعني لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك هاي صفته دايما دمار خراب عنف ضرب قتل أما أنا قال يسوع أما أنا أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل تصوروا استغربت هذه الفتاة وقالت من هو يسوع حتى لفظ ما كانتش تعرف كلمة يسوع وابتدأت تسأل صحباتها من واحدة لوحدة أخيرا وصلت لأخت اللي هي مؤمنة بالمسيح وفعلا اتواصلت معها هاي الأخت وحكيت مع هذه الأخت وسلمت حياتها ليسوع المسيح أحباء كلام المسيح مش أي كلام كلام مغير كلام في حياة كلام يا سلام تسمع الناس بقولوا كلام المسيح بيعطي راحة بيعطي هدوء بيعطي طمأنينة هيكا بينبعث فيه من جوه سلام سلام عميق سلام داخلي بحس في حضور الله ألم يقول المسيح تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال فتجدوا راحة لنفوسكم هاي الراحة من خلال يسوع المسيح حاولنا بجهدنا حاولنا بعناء مستمر حاولنا وحاولنا وعم نتخبط بالوحل وعم نتخبط في الظلمة وعم ننزل أكثر وأكثر في مستنقع الوحل بلا أمل بلا رجاء وبلا ثمر ونحاول أن نخلص أنفسنا عن طريق أعمال النموس لكن أحباء راحة المسيح هي راحة عمل إلهي راحة دائمة راحة مستمرة من خلال نعمة الله هذه الراحة بيكون عندك راحة بيكون عندك سلام مع الله سلام داخلي سلام عميق جدا هذا السلام اللي بيقودك إلى الحرية الكاملة من خلال شخص المسيح أحب أرجع أستكمل هذا الحديث لكن إذا الكلام لمسك من فضلك اتواصل معنا في أرقام الهاتف موجودة أمامك ارفع سماعة التلفون واتصل واليوم أنت محتاج لصلاة ارفع السماعة واتصل معنا سأعود بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أهلاً أعزائنا المشاهدين حديثنا عن كلام المسيح تعالوا تعالوا إليا واليوم أنت يمكن في وضع صعب جداً تعبان من المرض تعبان من الديون تعبان من الظلم تعبان وتعبان لسبب أمور كثيرة أنا بدعوك اليوم أنك تيجي ليسوع المسيح تعالوا إليا هي دعوة تعالوا إليا هي تخصيص أنت بتيجي للشخص القادر اللي بيتعاطف معاك واللي بيعرفك وبيعرف ما في قلبك تأتي إلى يسوع المسيح إليا من يستطيع أن يقول تعالوا إليا بصراحة قل لي أي نبي أي رسول أي شخصية في هذا الوجود لو أنا قلتلك تعال إليا ممكن أعطيك شوية تعليم شوية إرشادات بس لا أستطيع أن أغيرك من الداخل هذه عطايا الله مثل السلام والمحبة والراحة والنعمة كلها عارف عمل إلهي هو اللي بيعطينا وبيمنحنا الراحة لاحظ الكلام تعالوا إليا إليا أي إلى يسوع المسيح يعني لم يقل تعالوا إلى عقيدة أو إلى مصدر آخر اليوم للأسف الشديد في ناس بتروح للأعمال السحرية والعرافة وكل أنواع الطلبات وكل أنواع الأمور الخارجية عن المصدر نفسه اللي هو يسوع المسيح فالراحة هون هي عطية إلهية من عند الرب هذه الراحة أولا أحبا أنها راحة الخلاص يعني هذا الخلاص ليس لأي استحقاق فينا ولا تكتسب ولا تأخذ بالاستحقاق أنه عمل إلهي كامل تعالوا إليا مثل ما أنت ما عندكش إشي تيجي للرب فيه لأنه شو بدك تيجي للرب بقلبك القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه فأنت تعطيك راحة الخلاص ثم أحبائي راحة الضمير كم من الناس اللي ضميرها متعب ومثقل لسبب أمور عديدة في هذه الحياة إذا دفع المسيح الثمن عنا فهو اللي وأنا أؤمن بما فعله يسوع المسيح فهي دعوة للخلاص لأنه المسيح أكمل خلاص وفي نفس الوقت إنها راحة الضمير هي دعوة أيضا مش بس دعوة للخلاص بقول تعلموا مني احملوا نيري عليكم حمل يعني فيه خدمة فيه عمل شيء من بعد ما بتاخد الراحة من خلال نعمة الله فيه خدمة دعوة للخدمة بقول احملوا نيري لأنه نيري هين غير عن نير الفرسيين غير عن نير التقاليد البالي أو النير اللي كان يحطوا أعباء أحمال على كاهل الناس مش عاوزين يحركوها في إصبعهم وهنا المسيح حبائي بتكلم لفئات عديدة من المتدينين وبيتكلم لناس في أيامه تعبت بصراحة تحت الاحتلال الروماني ضغوطات سياسية النير الروماني ضرائب باهزة جدا الحركة ممكن يجي أي جندي روماني يسخرك ويعمل ما ما يريد أو يفعل ما يشاء ما في محاسبة عليه لأنه هو جندي حر وانت تعتبر عبد تحت نير الرومان والأغرب من هذا مش بس نير الرومان نير التقاليد البالية يعني المتدينين حطوا تقاليد كتير على الناس ونير الشريعة والنموس ينبغي ولازم 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 فالناس تعبت الناس اللي هتصل لالله بدأت اتمتع براحة مع الرب بعلاقة حاسة انه الله بعيد عنهم وانه عشان يصلوا لالله يعني بدوا يعمل يمكن هاي بس للغنية اللي عندهم امكانيات فلوس ودهب وممكن يعطوا يعملوا كل شيء حتى هذا غير يعني قابل لكن هون الخدمة على أساس انه أنا خلاص بحب الرب واكتسبت من الرب اخوتي واخواتي انها دعوة للخلاص دعوة للخدمة دعوة للحرية الكاملة من خلال يسوع المسيح احملوا نيري هم يتكلم عن الخضوع لمشيئة الرب والتسليم الكامل تسليم حياتنا لقيادة الرب نعترف في يسوع انه المعلم تعلموا مني لاني وديع ومتواضع ثم احبائي هو مثالنا لان نيري هين وحملي خفيف عارفين احبائي بقول انا وديع ومتواضع هو مثالنا في كل شيء مجرد انك تنظر الى يسوع المسيح بيعطيك الراحة وبيعطيك طبعا تكتشف سر السلام الحقيقي سر الانتصار الحقيقي من خلال قبول نير المسيح انا عاوز اخد مكالمي قبل ما اكمل المكالمة الاولى اخت فريال اهلا وسهلا اخت فريال اتماعان على الهوى اخت فريال اتماعان على الهوى الو اخيزار اهلا وسهلا اتفضل اختي الرب كن معك ويباتي اخيزار الاية رائعة المسيح له كل المجلم من قال تعالوا لي يا جميع المتعبين وتقيلي الاحمال وانا ريحكم لو كل انسان يفتكر بهذه الاية اذهب له كل المجلم ما قال اذهب واعمل اعمال صالحة واعطي للفقراء والبيان واذهب للكنيسة وكل الاعمال الصالحة والتقوص اللي تعملها لكن بسمه الطهر قال تعال يقصد انه يأتي الانسان اليه بكل خطايانه ويرمي خطايانه على الرب يسوع المسيح وعلى صليبه اذا كان خلاص يأتمد ولو ساعة واحدة على استحقاقي فانه لن يكون عندي امن ابدا ومستحيل في الخلاص لان الخلاص لم يشترك فيه الله والانسان معا وانا لما دعي الخلاص الخلاص بالنعمة وعطي من الرب يسوع المسيح له كل المجد فالانسان عليه ان يذهب الرب يسوع المسيح بكل خطايانه ويرميه على صليبه وهو اللي يعطي الخلاص لان الانسان مهما اعتمد على مجهود الشخص راح يزيد الامور تعقيد ورح يعلم ان الله انه لا يقدر ان يخلص نفسه الا الرب يسوع المسيح له كل المجد ومتى ما امن بالرب يسوع المسيح فالمجهودات راح تنتهي ويبدأ الرب يسوع المسيح يغير الانسان ويصبح خليخة جديدة ويعطيه الحياة الابدية نشكر هذا الاله العظيم اللي كله عوده ثابتة وامينة وصادقة وازلية من الازل الى الابد شكرا اخي زار رب باركك شكرا جزيلا اخت فريال فعلا ربنا يباركك وشكرا على المداخلة ربنا يباركك وداما اتصالاتك مشجعة طيب راح اكمل في الموضوع المسيح قال تعالوا الي تعالوا الي ما قالش اروح لأي مصدر اخر الي عارف الاحساس العميق انه عنده القدرة انه مش بيتكلم اي كلام من يستطيع ان يقول تعالوا الي تعالوا حبائي في انجيل يحنى اصحاح السادس خليني اقرأ بعض الايات في اي خمسة وثلاثين لاحظ فقال لهم يسوع انا هو خبز الحياة من يقبل الي اي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعتش ابدا مين اللي عنده القدرة يقول يعني من يؤمن بي فلا يجوع من يؤمن بي لا يعتش انا هو خبز الحياة يعني من يقبل الي لاحظ بنفس الاصحاح في اي سبعة وثلاثين كل ما يعطين الاب فالي يقبل ومن يقبل الي لا اخرجه خارجا في اي اربعة واربعين لا يقدر احد ان يقبل الي ان لم يجتذبه الاب الذي ارسلني وانا اقيمه في اليوم الاخير مين اللي ممكن يستطيع يقول هذه الاقوال انا هو خبز الحياة من يقبل الي ثم يقول من يقبل الي لا اخرجه خارجا ثم يقول كل ما اعطاني الاب لي يعني من يقبل الي لا يتلف في اليوم الاخير تأكيد ضمان كامل فاذا هذا التخصيص احبائي لا نرى في اي شخصية اخرى فالتلاميذ اللي عاشوا مع المسيح شافوا المسيح وسمعوا هذه الكلمات ومن يستطيع ان يقول او يتفوه مثل هذه الكلمات ان لم يكن فعلا القادر القادر على كل شي بتعرف حبائي المشكلة اليوم انه فيه تعب كل انواع التعب الشيء الرئيس المتعب في هذه الايام هو الخطية الخطية اللي بتخلي الانسان يعيش في زل وفي قهر وفي تراجع وفي ظلمة وفي بؤس وشقاء وجهل وظلمة يعمى روحيا مش عم بميز ولا عم بيقدر يعمل اي شيء الخطية بتلوث الخطية بتشوه الخطية فضيعة شنيعة من يخطئ عني يضر نفسه الخطية احباء بتفصلنا عن الله الخطية بتحجب وجه الرب عننا الخطية بتقودنا للجحيم فاذا الناس تعباني من كتر خطيئها وهي المشكلة الرئيسية والمشكلة الاولى اللي جاء المسيح حتى يعالجها يعالجنا من الخطية لكن احنا عايشين في عصر مليان هموم مليان حزن الناس مهمومة مهمومة ان كتير اشياء خايفة من المرض وخايفة من الكورونا وقلة اشغال وقلة اموال وقلة اعمال وظلم سياسي وديني واجتماعي فكل هذه الاشياء تعتبر ظلم فالناس تعبت الى ابعد الحدود فاذا احبائي صعب ان الانسان يعيش في ظلم في زل في قهر صعب ان الانسان يعيش دايما منكس الرأس تعبان منحني عنده روح انحناء فاذا الشيء اللي بيتعب مش بس الخطيئة الهموم والحزن والانحناء احبائي وبتعرفوا المشكلة الاخرى مشكلة الضمير عذاب الضمير كم من الضمائر المعذبة واللي حاسس تحت ثقل شديد من الشكاية لجرائم ارتكبها ولخطايا اقترفها كم من الناس اللي تبدو قديسين من الخارج لكنها مشوهة وملوثة من الداخل صدقوني ما في حد احسن من حد انا وانت كلنا من ارتكب كل انواع الخطايا انا وانت محتاجين لنعمة الله نعمة الله هي عطي غير مستحقة انعم علينا من خلال المحبوب من خلال الرب يسوع المسيح لكن في شريحة كبيرة اليوم من المجتمع اللي عايشة عذاب الضمير عذاب الضمير احبائي اليوم يعني كتير ناس مهزومة مهزوزة مش عم تتطور مش عم تنمو بتحاول تعمل شيء مش عم تقدر بتجيب فلوس لجيوب مثقوبة كأنه في لعني بتعمل كل المحاولات لكن كل المحاولات باقت بالفشل المشكلة في ايام المسيح انه الناس مش عم تقدر تصل للمستوى او المطالب مكتوب الله اللي طالبها مكتوب اجرة الخطيئة هي موت واما هبت الله فهي حياة ابدية بالمسيح يسوع ربنا تقاليد 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 بالية حطوها على الناس فالناس تعبت من كل هذه التقاليد صارت معذبة بعدين احبائي واحدة من المشاكل الكبير في هادى الايام الاحساس المستمر بالندم هاي مشكلة كبيرة كبيرة احبائي الاحساس بالندم شو اللي بقصدو احبائي بنندم على اشياء اعملناها في حياتنا وفي الماضي ومنندم على اشياء لم نفعلها او لم نعملها بنعيش في حسرة بتكون غصة في قلوبنا كان بنفسي بنفسي اعمل هذا الشيء كان بنفسي احقق هذا الشيء وكل عمرك عم تتذكر وبتتذكر وبتتمنى وبتتمنى وهي الزكريات والسنين عم بتمر فينا السنين وصفها ايوب كعداء يعني واحد بيجري بسرعة وعم بقول انه هاي السنين بتمر في سرعة وعم تندم كم من شخص كان عاوز يكون زوج افضل لكنه فشل كم من شخص عاوز يكون اب صالح لكنه فشل كم ام فشلت وكم من الاولاد اللي فشلوا وكم من التوقعات التي اصيبت بالخذلان وكم من الاحلام المحطمة وكم من القلوب المنكسرة في يوم من الايام احبائي عندما تصل الى حال معينة فيها مواجهة النفس وانت تواجه الله وانت في هذه اللحظات مش ندمان على الاموال الكتير اللي عندك او اربحت او اخسرتها في هاي اللحظات ولا حتى انت ندمان على الموت او خايف من الموت لكن الاخطر والاصعب تصاب بحالة ندم عندك رؤية ما تحققك عندك تموح راحة ادراج رياح مرات في الحياة بنلقي احمالنا واعبائنا على الناس بسبب كده والظرف كده ودائما احنا يعني هاي مشهورين فيها انه دائما المشكلة مش مشكلتنا بسبب الشخص الاخر وكم من الاشياء اللي ارتكبناها في حياتنا عم نندم عليها تعرفوا احبائي ساعة الزمن لا تعود الى الوراء اه على السنين اللي بتذكرنا يا على الطفول الحلوة ويا على الشباب الجميل اين هذه السنين يا على السنين اللي مرت كنت لازم اعمل وضاعت وضاعت الفرص وضاعت السنين والسنين مش رح ترجع لك لكن عاوز اقولك فيه اخبار حلوة الهنا اله التعويد ولما بعوض التعويد بكون على الاقل ضعفين اذا انت فشلت بعشر سنين الرب بعوضك عن العشر سنين صدقني بتعملها بفترة قصيرة المهم انك ترجع للرب وتقوله بكل بساطة يا رب انا تعبان خلص وصلت حالة السفر مش قادر من خلال قوتي انا جاي حتى انت تعطيني الراحة وانت تعطيني السلام وانا من كل قلبي فعلا بطلبها اليوم انك تصليها انه يا رب تعال واعطيني راحة في داخلي شوف تعرفوا الناس كانت تعباني شوف رسالة المسيح كانت واضحة جدا في مجمع الناصرة قال روح الرب علي لانه مسحني لابشر المساكين ارسلني لاشفي المنكسري القلوب لانادي للمأسورين بالاطلاق وللعمي بالبصر وارسل المنصحقين في الحرية واكرز بسنة الرب المقبولة تعرف الناس بقول الكتاب لم يدخلوا الراحة لعدم الايمان تعرفوا الرب اعطى يوم للراحة يوم السبت عشان الناس ترتاح وكل سبع سنين اعطى سنة كاملة راحة وكل تسعة واربعين سنة يعني في سنة الخمسين سنة اليوبيل كمان اعطى راحة ولكن هذه الراحة لم ترح الناس من الداخل يمكن راحة من العمل راحة من امور كثيرة لكن راحة المسيح راحة دائمة مستمرة انه عمل الناس الناس هو الذي قال يعني واكرز بسنة الرب المقبولة ما عدتش كل خمسين سنة في سنة راحة كل يعني كل يوم مع المسيح في راحة وهي الراحة فيها عمل وانت بتعمل من خلال المتعة والفرح والثمر في داخلك انك عم تعمل شيء ليسوع المسيح وهذا احباء اللي بيفرق من خلال راحة يسوع المسيح عن اي راحة اخرى عاوز استكمل الحديث لكن خلينا ناخد فاصل قصير موسيح هل تشعر اليوم بالوحدة؟ هل عندك مشكلة عائلية؟ لا ربما تمر بأزمة صحية أو تحدي مادة شديد فريق الصلاة والمتابعة في غدمة نور لجميع الأمم على أتم استعداد أن يقف معك ويساندك ويصلي معك ومن أجلك ويجيب على أي تساؤل أو استفسار لديك لا تتردد ارفع سماعة التلفون الآن واتصل بنا على الأرقام التالية من جميع إنحاء العالم 1-905-335-6 1-5-3-4 أو على الرقم المجاني 1-800-280-3288 من أمريكا 301-551-7642 من مصر 0122-026-6607 من لبنان 70-188-412 من المغرب 067-960-0709 من الجزائر 055-460-2031 من أستراليا 2-800-557-45 من فرنسا 1-776-644-129-5 من إنكيلترا 2-0-3-002-592-1 أو اتصل بنا مجانا على سكايب lfan.nore أو يمكنك الاتصال عبر الواتساب والفايبر على الرقم التالي 1-905-281-4428 أو أرسل لنا رسالتك على الإيميل www.lfan.com كما نشجعكم على زيارة موقعنا على الإنترنت www.lfan.com لا تنسوا متابعتنا على صفحتنا بالفيسبوك وكذلك قناتنا على اليوتيوب وفي انتظار تعليقاتكم ورسائلكم والرب يبارككم واحدة من أجمل الكلمات تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم هذا كلام الرب يسوع المسيح ثم قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجد راحة لنفوسكم لأن نيري هين وحملي خفيف يمكن البعض بيتساءل طب شو النير اللي بتقصد عنه حبائي بكل بساطة النير اللي جاي من الشرق الأوسط ولسيما الفلاحين إذا بنتذكر النير هو عبارة عن خشبة ثقيلة بحطوها على ظهر الثران يعني الثنين اللي لازم يحرته يعني بيربطوها في العنق تبع الثور ولما بيربطوا النير أو الخشبة بعنق الثور بيربطوها يعني بتتصل في المحراث اللي هو عبارة عن خشبة طويلة بالآخرة في حديدة ماضية قوية اللي ممكن تحرث الأرض القاسية وتفتت التهاد هاي النير اللي يعني كان بيحملها كانت بتجرها إثران فطبعا بالنسبة للثور لما بتحط النير هذا معناه أنه في يوم عمل في يوم شاق في يوم طويل رح يبتدي من الصبح لحتى يرجعوا بعد الظهر لكن استخدم المسيح هذا التعبير بقول لأن نيري هين لما أنت بتأخذ من المصدر الراحة والسلام والمحبة وأنهار مياه حية بتفيد من داخلك أنت بتتحرك بقوة المسيح فالنير حتى مع تعب الخدمة ومشاكل الخدمة وكل الأمور اللي منواجهها في هذه الحياة تصبح هينة لأنه عايشين مع الرب يسوع المسيح شو الحمل الثقيل أنا ذكرت أنه حمل الخطية طبعا الخطية أصعب وأقصى حمل بس بالنسبة للناس اللي كان الرب يسوع المسيح بيحكي معهم هو حمل الشريعة يعني المطالب والتقاليد اللي اللي أضافوا واللي غالوا فيها يعني مثلا السبت عملو لك أكتر من خمسمائة قانون شو ممكن تضوي أكم متر بتمشي المرأة كم جدول بتعمل بشعرها إلى آخره يعني كل هذه القوانين اللي أصبحت عبئ أصبحت حمل على كاهل الناس رجال الدين طبعا اللي حطوا هذه الأعباء هذا هذا الموضوع سبب الظلم عدا أنه هن تحت نير الرومان صاروا كمان تحت نير الدين لما الدين المفروض بيقود للراحة والسلام وبيعطينا الحرية الداخلية هيك نتمتع نتلزز بالله الدين صار مصدر حمل يعني زي تذكرت إشعياء النبي لما كان بيقارن الله بآلهة الأمم بالتحديد آلهة البابليين في إشعية 46 بيتكلم عن هذه الآلهة اللي هي الشيف يعني رؤساء الآلهة مثل بيل ونبو وهاي الآلهة حطينها على الحمير وحتى ينقلوها من مكان إلى ما كلا أنه عبادة أوثان أصنام منحوطة إما من الخشب أو من فضة أو ذهب بقول الحمير نفسها صارت تشتكة من العبئ من الحمل الآلهة اللي تحط على ظهر الأحمار بس الراب بالمقارن بقول أنا حملتكم هو حملنا على أجنحة وحملنا أحبائي على الأذرع الأبدية فالله حملنا وإلى الشيخوخة أنا هو أنا حملتكم فإذن المقارنة إنه رجال الدين من خلال الدين بتشوفوها في الشرق الأوسط أنا عشت بفلسطين وعشت يعني شفت بالدول العربية عندنا الدين بخلي الناس بلدين فعلا ومن كتر الدين بتخلي الناس تسب الدين وتكفر بالدين الدين أحباقي يخلي علاقة وشركة ومحبة بينك وبين الخالق لما الدين عم بتحط علي فرائد ورا فرائد شرائع ورا شرائع كأنه الله ماسك الصوت وإذا أنت شوين حرفت عن نازل فيك جلده خبطه ضرب مش هذا هو الدين اللي بيحكي عنه يسوع المسيح قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم احملوا نيري عليكم لأن نيري هيا رجال الدين بتعرف حبائي شوف خلينا أقرأ لك آية أو اتنين في في عمال الرسل إصحاح خمسطعش مكتوب من آية تمانية والله العارف القلوب شهد لهم معطيا لهم الروح القدس كما لنا أيضا كان في مشكلة في بداية الكنيسة من بعد ما كرس بولوس الرسول عن الخلاص بالإيمان جاءت مجموعة اللي آمنوا من مذهب الفرسيين يهود متعصبين صار يقولوا للأمم لا 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 أنت عشان تكون مسيحي لازم تكون يهودي بالأول فأنت لازم تختتن ولازم تمارس وتحافظ على أعمال النموز فطبعا بولوس يعني غضب بالعرب طلعت ترسيستو فعملوا مجمع مجمع أورشليم ومن خلال هذا المجمع بيحكوا بيحكموا في هذا الأمور أنه الأمم مش بحاجة ليتهودوا مش بحاجة خلاص ما هو الرب أجعطانا راحة والخلاص هو مبادرة إلهية مش عمل إنساني فبقول معطيا لهم الروح القلوس كما لنا يعني اليهود والأمم أيضا في آية 9 ولم يميز بيننا وبينهم بشيء يعني بين اليهود والأمم اثطهر بالإيمان قلوبهم فالآن بيسأل لماذا تجربون الله بوضع نير على عمق التلاميذ لم يستطع آباؤنا ولا نحن أن نحمله فهم الكونتكست السياق لما بقول احمله نير الناس تعبت من الدين فئات دينية كتير كانت في أيام المسيح وكل واحد بنادي الشكل هل الأمر تغير اليوم يا وي على الفضايح اللي بتملص فايح اليوم كل واحد صار يعمل دين وكل يوم يعني صارت الدين أرخص شيء اليوم الدين تجارة مثل ما بقول عنها الكتاب تجار دين أنا مش نافع بالشغل خلينا أشوف اللي بالدين الدين هو الوسيل اللي لتخويف الناس الدين أنا ممكن أحصل على اللي بدياته من خلال كلمات الدين المسيح المسيح بالعكس لم يطالب بهذا شيء ولاحظ الكلام لما حكوا الرسل شو بقول ليه عم بتجربوا الله بوضع نير على عنق يعني كأنه زي التران اللي بتحط النير عليه على عنق التلاميذ لم يستطع آباؤنا ولا نحن أن نحمله لكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن أن نخلص كما أولئك أيضا تعرف يسوع في متى 23 قال ويل لكم أيها الفرسيين في آية 3 متى 23 فكل ما قالوا لكم أن تحفظوا فاحفظوه وفعلوه ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا ما همش متى لا إلك لأنهم يقولون ولا يفعلون فإنهم شو بيعملوا فإنهم يحزمون أحمالا ثقيلة عسرة الحمل ويضعونها على أكتاف الناس نير على أكتاف الناس وهم لا يريدون أن يحركوها بإصبعهم وكل أعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس هذا الدين اللي بتشوف اللهم إني صائم كل الناس لازم تتجاوب معاك لأنك أنت صائم لازم تصلي مش مهم يعني بأي مكان تدوس على الناس تهين الناس مش مهم أنت عم بتقوم في فريضة دينية وهكذا أحب نفسي من كل قلبي اللي بهاجمون على الكتاب نفسي حبيبي اقرأ عزة المسيح على الجبل شوف تعليم المسيح أنا بقول لك إذا قلت أنت يا رب أنا عاوز أتعلم منك صلي لأ الله خلال خمس دقائق رح تيجي للرب يسوع المسيح رح تشوف السمو رح تشوف الرفعة رح تشوف التفوق تعرف ليش بمنعوك أنك تقرأ الكتاب المقدس باتهامات كثيرة باطل ومزور أنه كتاب محرف إلى آخره سيبك هاي لعبة انسناها من زمان عشان أنت ما تخلص وعشان أنت ما يكون إلك حياة أبدية هاي أنا بقول لك الحياة الأبدية هي في يسوع المسيح عم بحط أحمال عليك حج وفرائد وبتكلم للكل مسيحيين ومسلمين وكل اللي بشاهدنا عم بحط فرائد وأحمال وأعباء على كتاب في الناس وعم بتاجروا فيك وبزيحوا فيك من هون لهون من مكان إلى مكان هذا هو الدين أحبائي فبسبب معاناة بسبب الظلم الديني لكن أنا اليوم بدعوك إلى يسوع يسوع هو مصدر راحتنا وهو مصدر سلامنا تعرفوا النير من ناحية تاني جيد أن يحمل النير من صباح يعني بعلمنا المسئولية الخدمة فيها مسئولية كمان ما فيهاش تلاعب ملعون من يعمل عمل الرب برخاء فإذن مش فرصة أنك تلعب بالدين وتستخدم بالدين واليوم ما أكتر الناس ما أكتر الناس اللي بتستخدم الآيات لمصلحتها حتى تطلع من موقف محرج وبدربوك بدربوك بشوية آيات حتى يسكتوك لعبة قديمة المسيح وديع متواضع علمنا البساطة لكن بالحكمة المحبة لكن عندما تمتلئ بالراحة راحة يسوع سلام يسوع تمتلئ بيسوع الكامل حمله هين وخفيف هل تلبي الدعوة قال يسوع تعالوا إلي وهو قال من يقبل إلي لا أخرجه خارجا المسيح اللي وعد هو بيعطيك الضمان والتأكيد بيعطيك الحياة الأبدية بيعطيك يقين الحياة الأبدية والضمان لهذا الخلاص وبيكتب اسمك في سفر الحياة بصلي من كل قلبي إنك جئت ليسوع المسيح بحب أعرف منك والرب يبركك